السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مكالمة شيكبالة مع امير توفيق لعرض نفسه على الاهلي بعد رفض الصلح مع مرتضى منصور وحسين لبيب يفضح ادارة الزمالك والاهلي يتعقد مع نجم سلة الزمالك ونجم طائرة الزمالك وقناة الزمالك تهاجم شيكبالة فقرة اعرف الصح مبدئيا تعالى نخلص الموضوع الصغر الاول لكي نركز مع بعضه في الموضوع الكبير الموضوع اللي هي حجمها هيكون في الحلقة واخد وقت صغير اول حاجة هنقول بيان حسين لبيب رئيس نار الزمالك السابق للي ما عرفوش سريعا قالك الزمالك اولا جماهير واعضاء نادينا الحبيب تعليقا على الممارسات المؤسفة من ادارة النادي التي نالت كل الفرق الرياضية وكان اخره تجدد محاولات متكررة للإساءة لأحد اهم نجوم كرة القدم عبر التاريخ الكابتن محمود عبد الرازق شيكبالا لاغراض لا تخفى على احد وللحق اؤكد انني وقد تعاملت معه ولم اشهد منه الا كل اخلاص وانكار ذات وحب للنادي وللفريق وله مني كل الدعم لا يسعني الا ان اعيد نشر مقطع من بسط سبق لي نشره في 11 فبراير واعيد نشره في 16 ابريل فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض على كل جماهير نادي الزمالك العشقة للكيان وجميع عضاء الجمعية رمومية ان ينتفضوا جميعا يدا واحدة ونتكتف لانقاذ الموقف ان الامر لم يبلغ في اي وقت موضى ما يشهده النادي من تردي رياضي واداري ومالي فضلا عن اهتزاز منظومة الاخلاق انني ادعوكم للتمسك بالامل والمحافظة على اللاعبين الذين هم صروة النادي الادارة غير الوعية قامت بتفريغ الفريق من نجومه وافقدت ما بقى منهم ثقته بنفسه ودوافعه كما احدثت اهتزاز في الجهاز الفني وتسببت برعونتها في فقدان الفريق تماسكه وهويته عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر طيب اكبر قلعة رياضية في مصر ما الاهلي باي انا زمالكة واعارف بس ماشي دي حتة كده عشان الجمهور يعني او اللي هو ايه حتة كده المهم دي كانت رسالة كابتر حسين لابيب رأيسنال الزمالك السابق على هجوم الوسوس المرتضى منصور رأيسنال الزمالك السابق على شيكابالا رأي فيها ايه رأي ان هي يعني كابتر حسين لابيب راجل محترم وكل حاجة ولكن برضو بيداعب مشاعر الجمهور عشان لو نزل انتخابات قادمة الناس تنتخبوا وده مش هيحصل وكابتر حسين لابيب برضو عشان برضو نكون بس فاكرين انا عارف ان اقدرت الزمالك السابقة برئاسة الاستوز مرتضى منصور ليها مشاكل كتير جدا وهي السبب الرئيسي في سقوط نادي الزمالك ولكن كابتر حسين لابيب برضو هو اللي ماشى جنش وهو اللي ماشى محمد صبحي وهو اللي جدد لزيزه بدون شرط جزائي وكان فيه ليلة برضو كبيرة يعني كان فيه كده هيصة كده بتحسن برضو في استراكة الخير الغندور قال نزل بوست ما حدش فهم منه اي حاجة ونشوفهم ده على مين بالزبط قال لك الغاوي ينقض بطاقيته يلا مين يزود للأسف حياتنا كلها كلام في كلام لا بيودي ولا بيجيب الحياة افعل مش كلام الحياة مواقف مش رغي عالفاضي رب من اهد الجماع ثالي وانا هو كان سايع الدياري فيه قدامه شوية مكربصات وشوية تكاتك كتبين حكم على دهاره فقعد يكتب كلما يشوفها الحكمة يكتبها كنشوف حكمة يكتبها ان اللي هو بيقوله انا مش فهم منه حاجة ما هو يتطلع تقول انا ضد كذا او انا مع كذا او انا بقيتش كبالة او انا ضد مثلا مرتضة منصور او انا مع قناة الانت الزمالك او انا مع علا بو جريشة مع اي حد اكي لا تعدش ترمي من بعيد لبعيد يعني خليك اتكلم على شخص بعين وكذا ما تعدش تهرب ما تفهمكش او فهمك طيب خلينا نكمل طبع شان احنا كده يعني الموضوع بقى غريب وعجيب وبقى كلام غير مفهوم والخسران في الاخر هو نادي الزمالك اللي بيقع واللي محدش واقف جنبه من ولاده كله ايه بيرزعه المهم النادي الاهلي خلص خلص مع كيجو نجم كورة سلة الزمالك ومضى معاه يعتبر رسمي ومفروض برضو خلص مع مصطفى لعبة نجم طائرة الزمالك وخلص ومضى معاه رسمي والزمالك بيفضى واحد ايجي يقول لي ايه ده هو الاهلي كده بيفضي الزمالك يا نهرابيض ازاي هقولولا الاهلي بيفضيش الزمالك اللي بيفضي الزمالك بجد بيرامدز وخليك ناصح كده واقعي الاهلي ما خدش من عندك لاعب مباشر خلافسك عقده او يسيبك او يضحك عليك اللي ضحك عليك وانت مش واخد بالك هو بيرامدز بيرامدز اللي خد سيف فاروق جعفر وهو لسه عندك بيرامدز اللي خد يوسق بثمانة بيه وهو لسه عندك وما استأذنكش وضحك عليك ومش بعيد ياخد لعبة تانية ومش بعيد ياخد لعبة تالدة ما هل يعمل ايه؟ خد امام عشور اللي راح احترف برا جابه من نادي المحترف بتاعه اللي كان محترف فيه كيجو بتاع الباسكت سابك وراح احترف في الخليج جابه من الخليج انت عايز ايه؟ ما اتحكش على نفسك والله يا جماعة ما اتحكش على نفسنا ما تخليش ادارة الزمالك الحالية تضحك عليك وتصدرك عليك مش صح ايه تاني؟ قرد الزمالك بارح كانوا شغالين قبل بيان شيكابالا بيمضحوا في شيكابالا وقولك ده الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وده الكابتن القسطوري لنادي الزمالك وشيكابالا ما فيش منه اتنين وشيكابالا بروحين وشيكابالا جنب جنين اي حاجة فيها اين يعني؟ فجأة البيان نزل الشيكابالا ده لعب ببطل ده في نفس الحلقة نفس الاشخاص يعني تقريبا من غير فاصل الشيكابالا رؤينا الاستيز مرتضة منصور ما كانش خليه لعب في سلمانك بقاله تمان سنين الشيكابالا جالنا نبطل وإحنا رعبناه شيكابالا فكر نفسه مين؟ شيكابالا ما عرفش كذا 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 نذهب ونظر في النص وقال لهم ايه؟ بس على فكرة يقول لهم الاهلي ماشي ساري عبد الحفيظ ايه؟ فيكمله فبع كما هو ما يكمل عشيكابالا فروح داخل على فكرة الاهلي ماشي الدكتور بتاعه ما تفهمش ما تفهمش الحلقة دي يعني ليها اعداد ولا ما اعترد من الناس والله كلها ولا هي طلع فاتح لايف على اليوتيوب بياخد اسئلة المشاهدين ولا انا مش عارف والله يعني انا مش عارف فين اراءكو طيب يعني ما علينا اه اللقطة بقى كبيرة بقى في بوست طلع الصبح قلب الدنيا فبنان عليها تلاقي كلام كتير جدا حصل بعدها البوست ده كان لأرسوس خالد طلعت قالك تخيلوا معاك ده السيناريو اللي ممكن يحصل بعد تصريحات شيكبالا مرتونة منصور هيسخن وياخد قرار بفسخ عقد شيكبالا وحاس في اسمه مقايمة الفريق شيكبالا يحس بالظلم ويكمل في الملاعب ويفكر في الانضمام للأهلي كنوع من الانتقام الشخصي خصوان وان الزمالك هو اللي سابه بمشكلة كبيرة الاهلي يقرر التعاقد مع شيكبالا كصفقة تاريخية مدوية لإسم اللاعب وتاريخه في الزمالك حتى لو هيكون بديل وكانوع من انواع اللي عنده المكايدة برضو اللي بين الخطيب ومرتونة منصور بضم نجم الزمالك التاريخي ينضم شيكبالا للأهلي والعب مع كهرباء وامام عشور شيكبالا يكون ليه دور كبديل مؤثر في الاهلي وينزل يسام في اهداف مهمة ومؤثرة مع الفريق ويسام في تتويج الاهلي بالبطولات وكمان يسج الهدف او اتنين في الزمالك يحقق بهم الاهلي بالبطولات الاهلي يتوق بكل البطولات الممكنة في الموسم المقبل وشيكبالا يختم مشور بموسم تاريخي بالتتويج بكل البطولات المحلية والقرية ولكن بخميص الاهلي مش الزمالك ومنهم دور عبطال افريقا الاول مرة في تاريخه وكمان يلعف كاس عامل الانديها الاول مرة في تاريخه وياخد مدليا كل بطولة من اللي يخدها الاهلي يتنازل كابتن النادي الاهلي عن استلام الكاس ويخلي شيكا هو ليطلع يستلم احتراما لتاريخه وسنه وبرضو مكايدة في الزمالكوية وكل مرة شيكا يطلع يستلم كاس يرقص رأساته الشهيرة اعلام جمهور الاهلي ساعتها طبعا هيتغزل في شيكابالا ويحب ويشيت بيه ويهتف باسمه واعلام جمهور الزمالك هيهاجمه ويجرهه ويشتمه البوست ده يعني واحد كابتن او استاذ خالد طلعت كتب بوست من وحي خياله والاحي عمره عمره ما يجيب شيكابالا عادي وقل لي موالي يجاب امام عشور يا عم امام عشور حتى لما غلط طلع اعتذر مئة الف مرة وعملت حلقة جيدة على القصة دي وقلت فرق ابن ابني اللي مربيه اللي طلع بعني زي حصام عشور عشان خاطر شوية فلوس وبين واحد ابني مش ابني واحد مش بربيه وهو مثلا كان قليل ادب وجالي عشان ربيه عشان نختصر بس ده فرق ابن حصام عشور ومام عشور فالأهل يروح يكلم شيكابالا مين يا عم صلى على النبي يا كابتن خليت صلى على ما فيش ميش انا بقش عاد تطلع تطلع بقى كلبها مكالمة مكالمة شكابالا مع امير توفيق علشان يعرض نفسه على الاهلي بعد ما حصل هو فيه كلام ان يحصل جلسة صلحة بن اميق من مرتضان منصور وشكبالا فيه كلام ان رفض لغاية دلوقتي بس اعتقد يعني هيمشوا الدنيا ويتصلحوا حاجة زي كده وفي الاخر كله في الكنافة عادي يعني الموضوع يمش في الاخر هيرث على كنافة بالمانجة من لبوار وما فيش دلوقت كنافة بالمانجة حتى رمضان عدد اي حاجة من لبوار يعني هتقول لي لابوش معنا لابوار اقول لك اللي جي في الدماغي والله المهم يعني فااااا ما يتطرقش الوضوع ان مكالمة شكبالا مع امير التوفيق امير التوفيق مستني شكبالا بس يبسك حاجة وشروح يمضي معايا عشان يمضي معايا جدعان شكبالا ثمانية وثلاثين سنة هجيبوه يعمل ايه يعني ده فاضل على سن المعاش كم سنة هجيبوه هيشتغل في النادي الاهلي في منصب شاغر مثلا ثمانية وثلاثين سنة جدعان اهلي هيدفع في شكبالا فلوس ثمانية وثلاثين سنة هنهرج والاهلي هيدخلش ناوي يسيب الدور يا بطالة افريقيا يقول لي شكبالا تعلم ترفعه على شيكا اهلي مين ايه اللي بتقولو ده هو يوصلش بقى الموضوع ان احنا ان شاء الله يعني نفجع ببعض الاخبار اللي هو عن شيكبالا اللي هو يقول لك شيكبالا يقول له انه كابتن امير قال له يعني يا شيكا في مكان فاطف الاهلي قال له اه مدير المالية ماشي ففكك من الكلام ده ما حصلش وربني يستر عز مالك والله عز مالك وربني يستر عز مالك فكما اخوك وطريقة امرأة في قناة صفحة صاحب الكورج ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم